عندي مهمة حاجة مهمة جدا جدا بسميها سوداسية قيم اكتوبر في خلية شهد الانتصار مش احنا عندنا خلية النحلة السوداسية عندنا ست قيم بتعلمهاننا اكتوبر فاحنا لازم نوقف مع اكتوبر كده ونسميه اكتوبر نصر اكتوبر المعلم اول حاجة بيعلمهاننا نصر اكتوبر وما يخلناش ننسى ده ابدا قدسية الارض ان الارض مقدسة مصر دي هي الارض الذي تجلى عليها الله فمصر ارض التجلي هذه الارض محل نظر الله سبحانه وتعالى فهو نظر الى نبي الجلال فلا يستطيع احد ان يتعدى هذه البلد فيها جلال مهما حصل وعلى فكرة لازم تربطه هو كل معتدي ليه كان بانكسر عند مصر لان كل ما ييجي يجد جلال الله فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة فاهل الذوق بيقولوا ايه ان الجبل داب من شديد جمال الله سبحانه وتعالى الذي نظر به الى هذه الارض فهذه الارض مليئة بالنور والحص ولذلك كثير من الناس يذهب الى ان قوله وتعالى وهذا البلد الامين ان دي بعضهم يفسر على انها مصر تاني حاجة بقى ان ناصر اكتوبر عندنا كان مخلوط بحاجة كده منورة انا دايما ما بشوفش دماء الشهداء على ان هو لون احمر بس انا بشوفه لون منور ولذلك تاني قيمة هي الشهود الحضاري ان ساعة ما النصر يمتزج بالشهادة ده عشان اهل لهذا النصر يتعلموا معنى مهم جدا وهو معنى الشهود الحضاري ان هما يكونوا شهداء بهذا النصر على من بعدهم فيكون النصر ده تعبارة عن شهود حضاري فيفتح الباب لشهادة حضارية ويمكن ده اللي مخلل النصر ده ناس كتيرا ما زالت حتى الان بتتعلم منه بتتعلم ايه مهما كان الظرف اللي انت فيه ربنا سبحانه وتعالى ينظر اليك فاذا شهدت الله اصبحت شاهدا على الناس ولزاك ما فيش حد ممكن يجي يقول انا عاجز ومش قادر لان ناصر اكتوبر جنة واحنا في عجز وجنة واحنا خارجين من ازمة لكن ناصر اكتوبر علمنا ان الله سبحانه وتعالى اذا نصرنا فلا غالب لنا فالنصر عطية من الله يفتح لنا ابواب التقدم والرقي وعشان كده كان ناصر اكتوبر بيعلمنا حاجة مهمة جدا ان الابواب مفتوحة اذا كنا على يقين من مدد الله القيمة التالتة اللي عندنا من ناصر اكتوبر من خلية شهد الانتصار حاجة مهمة جدا 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 وهي جندية المواطن هذه قيمة عجيبة وكأنها صناعة مصرية مسئلة كندية المواطن لان المصرين بطبعهم مكافحين والمكافح يا سيدي قلبه منور منور بايه بالرضا ولزيك انا دايما بقول اهل مصر بيناموا وبيكملوا عشاهم رضا ففي اكتوبر تماسك المجتمع تماسك عجيب تحققت فيه نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فتح الله عليكم ارض مصر فاتخذوا منها جندا كسيفة مش منقصود بس الجنود فيه من هو على الجبهة فقط بل كمان فيه جنود جوه الوطن وده اللي احنا عايزين نكرسه فينا دلوقتي ان هذا الشعب العجيب فيه سر عجيب ان ده شعب ايه الشعب ده شعب جيشه هو شعبه وشعبه هو جيشه هذا الشعب وهو ده اللي خلاه فيه رباط الى يوم الدين عمر ما الجيش بتاع الشعب ده كان مرتزق كان من اهله ولزيك ايه اللي حاصل هو في رباط الى يوم الدين رابع قيمة كانت عندنا هو العيش المشترك يعني ايه عيش المشترك وكأننا بنشوف في اكتوبر تطبيق عملي لوثيقة المدينة فاكتوبر عمل عيش المشترك ما فيش فرق ما بين مصري ومصري كل المصريين لهم ما لنا وعليهم ما علينا فكلنا كنا واحد كنا واحدة واحدة مسلم ومسيحي واستمر ده حتى بعد الانتصار فاحتفل المصريين في كل الاوقات بالمناسبات الدينية فما كانش فيهم فرق ما بين مسيح ومسلم والدماء كلها كان دماء شهداء وعشان كده احنا بنقول ببساطة خالص ان المصريين عندهم قيمة اسمها قيمة العيش المشترك جعلها قيمة اساسية من قيم هذا الوطن ويجب ان تكون قيمة اساسية لكل مؤمن هي قيمة العيش المشترك ما فيش تمييز ما فيش تمييز عند المصريين كل المصريين سواسية القيمة الخامسة وهي قيمة مهمة جدا قيمة الابداع والابتكار اكتوبر علمنا ان الابداع والابتكار قيمة أساسية من قيم أهل الدين وأهل العيش في مصر ليه طيب وكأننا منطبق بقى كلاء ما فعلوا سيدنا بلال وما فعلوا الصحابة عندما جمعوا القرآن كله إبداع وابتكار ففي غزة وابدر مثلا سيدنا الحباب ابن المنذر فكر بإبداع وأشار على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم ينزلوا عن دماء بدر فيشربوا فيمتنع الناس وده اللي حصل كمان في حرب أكتوبر وكأن حرب أكتوبر أشم فيها رائحة مدد الله بالإلهام اللي حصل في جهاز وابدر لأنهم في بدر ذهبوا إلى الماء ونفسي ده تحقق في نصر أكتوبر لما كان أول خطوة من خطوات النص أن احنا نفكر في المية لما اخترع الرواق أركان حرب مهندس باقي زكي يوسف العبقري الحيلة العسكرية اللي أسقطت خط الوهم خط بالريف زي ما برضو كانوا في بدر كانوا جايين وجايبين معهم الخمر ويعملوا الاحتفالات لأنهم متيقنين أنهم مش هيهزموا كمان بالابتكار والإبداع ننا مدد الله بالإلهام ولذلك سقط الوهم مع سقوط خط بالريف آخر بقى ضلع في خليط قيم أكتوبر قيم نصر أكتوبر اللي هو بتعمل شهد خليط شهد الانتصار اجتماع الإرادة مع الإرادة نصر أكتوبر علمنا أن الإرادة لابد أن هي تكون مشفوعة بالإدارة فأبطل أرادوا النصر وأحسنوا التخطيط له وهذا مصدق قولي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال وبالنيات فالعمل إرادة فالعمل إدارة والنية إرادة وكمان انتبطت فكرة النصر بالشباب نصرته بالشباب وكأن النصر بيجدد شباب الأمة بيجدد شباب مصر وده اللي حصل في أكتوبر فربنا يجدد علينا الأمل بعد يأس حرب أكتوبر أيقونا وستظل أيقونا لاجب مش إنها ما تغيبش عن أزال المصريين يجب إنها يتربى بيها المصريين يتأسس بيها المصريين يتعلم منها المصريين إن الله سبحانه وتعالى إذا علم فينا خيرا أخرج أحسننا فينا وده اللي حصل فاجتمع الناس عن حسن الخلق في أكتوبر وأصبح الناس فيه ناس بتقاتل على الجبهة وفيه ناس بتحفظ المجتمع داخل الوطن وكأننا توحدنا على الهدف إن إحنا نمنع الرزائل جميل أول نصر اللي بيعلم الناس الأدب ويعلم الناس الأخلاق وكان تحرير الأرض جزء من حب الله ورسوله فلا نذل ولا نعان من أحد لأننا عبيد الأحد نحن لا نذل من أحد نحن عبيد الأحد ولذلك كان الهتف الله أكبر نصر أكتوبر لابد إنه يتحول إلى برامج تربية شوفوا قد قضية ضبط النفس اللي حصلت قبل الحرب حاجة كده شبه اللي حصل بعد غزة أحد لما بدأ المشركين ينادوا على رسول الله ورسول الله بيؤمرهم بضبط النفس أفل قوم محمدون هكذا فرسول الله يؤمرهم بضبط النفس بغاية موصلنا إلى مسألة الهوية فرد سيدنا عمر فكان الرد عشان نحافظ على الهوية كمان لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم مسقلون بالجراح آه المصريين كمان خرجوا وهم مسقلون بالجراح العزيمة في 67 بس ما عدوش رسول الله خرج بيهم كمان عند حمراء الأسد عشان يعرفوا إن الثبات ملوش دعوة بالجراح لكن ليه دعوة باليقين من مدد الله سبحانه وتعالى ونشوف البطولة في بناء الشخصية وزي اتبانت الشخصية وكان أكتر حاجة اتبانت في الشخصية أنوار اليقين بالله سبحانه وتعالى